العزاء طالبات وطلبة الصف الثلاث السنوي السنوي العامة العامة العزاء طالبات وطلبات السنوي العامة مرحب بكم وكلا سلام طيبين السلام عليكم من جديد طلبة السنوي العامة نكمل حوارنا في مادة الكيمياء وطبعا احنا الوقت في جزء الكيمياء العضوية او الهادروكربونات حسب التسمية الصحيحة والنهاردة بقى ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع كل الجزيئة وانواحها طبعا انت اللي يهمك ايه نوع واحد هو اللي بنتكلم عنه اللي هو بيوضح اختلاف بعض المركبات فيها الخاصة الكيميائية رغم اشترككم في الصيغة الجزيئية هنديك بعض الامثلة طبعا فيه ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع هنديك بعض الاسئلة والاختبارات الالكترونية اللي هتساعدك في الدراسة اه حاول يعني تذاكر وتحل كل انواع الاسئلة سواء اختر او مقالي لان اما حاجة في الكيميائية العضوية تكون ايه اه فاهم الموضوع وطبعا هي اسهل بكتير من الكيميائية غير العضوية وهتلب منك درجات كتير بتمنى ان انت ايه تستوعى كويس وركز معايا وعندك ايه سؤال يبعد في التعليقات شكرا ستزوجنا في الاحتمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع طبعا فيه جزء في الكيميائية محتاج للحفز الرمز الكيميائية والمعضلات الكيميائية وازد اكتب رمز كيميائي ولكن الطالب لازم يعرف يركب المركبات لازم يقدر يحلل الاسئلة لان الاسئلة ممكن تجيرك بفراغ مباشرة فانت حاول تبص معايا وتشوف وتطلع على اسئلة بنك المعرفة اللي موجودة عندك في التاب لان طبعا حسب كلام الوزير دي اللي مش يخرج عنها اللي متحقين وبنتمنى ان انتو يا ربنا يا وفاقكم السنة دي وتكون تجربة نجحة بحيث ان احنا نعدي بنظام السماء العامة لبرى الامان وعلى الطريق الصحيح وده كله في اطلاحة مصر والاجيال القادمة وشكرا وتابع معايا الفيديو لحد النهاية وفي الاخرى نسايف لك بعض الرموز للمجمعات الزرية وعناصر الجدر الدولة كفؤات ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد اشرف الهادي كبير معلمين الكيميا بالكاهرات الجديدة واي اسئلة محتاجها سيبها لي مسلا في التعليقات وهسيب لك انا ايه لينكات علشان تدخل تحل بعض الانجحات المهمة في هذا المجال سلام وفي النهاية بعد ما شفت عرض مبسط وسريع ودلوقتي بقى فاصل ونواصل ركز معايا وتابع والسلاسات الهيدروكسير زي الجليسرول والعديدة السوربيتول ونتكلم طبعا عن مركبات اخرى عديدة الهيدروكسير ونختص هنا السكريات وطبعا هننعمل مقارنة بين سكر الجولوكوز والفركتوز من حيث الصيغة البنائية نشوف ايهما هيبقى والدوز وايهما حسب المجموعة الوظيفية في كل منهما وهنشوف بعض التفاوات المهمة للجليسرول زي النيطاره مثلا وهنشوف برضو الاهمية للكحولات سواء الهيدروكسير والسلسات الهيدروكسير والعديدة وفي الفيديو القادم سوف نتحدث عن الفينوليت تابع معي الفيديو وفي سندول وصف هنسيب لك ايه امتحان مراكح ولعندك اي اسئلة ابعاد الافتعالية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المركبات الأروماتية مركبات حلقية كلها حلقية غير مشبعة امثلة لها عندك البنزيم العتري عندنا مثلا النفتالين وغيرها من المركبات المشورة المنتشرة اهم حاجة طبعا دي مركبات عترية ذات رواقح مميزة عشان كده طبعا ايه هي في منها معروف جدا بنسبة لجميع الطلبة وطبعا عندنا البنزيم العتري مش هو البنزيم المستخدم فيه قواقود للسيارات البنزيم قواقود السيارات ده ما هو الخليط من هيدروكربونات مشبعة وطبعا الاسم صحيليه خالطة جازولين لكن احنا بالنسبة لنا البنزيم العتري ده مركب واحد او حلقة سودسية زي ما طبعا ما هنشوف ان العالم كيكولي هو اللي اكتشف الصيرة البنية الصحة للبنزين حيث يحتوي الجزء الواحد في نوايته على تلت روابط باي تبادلية متحركة وليست ايه سبتة احنا يهمنا طبعا البنزين كاول مركب عضوي اروماتي هو الفرد الاول بالنسبة للمركبات اروماتية تحضيره او طرق تحضيره يهمنا تحضيره في الصناعة اا وتحضيره في المعمل تحضيره في الصناعة طبعا بنحضره اا اول طريقة بالتكتير من عملية تكتير اتلافي للفحم الحجري ثم تكتير تجزيئي لاطران الفحم الناتج نحصل على البنزين عند درجة حرارة تتراح من 8 الى 82 درجة في طريقة تانية اللي هي قعدة تشكيل محفزة بستخدم هنا هيدروكربون اليفات المشبع طويل السلسلة مفتوح السلسلة بس بشرط ان يكون عدد زرات الكربون مساوي البنزين يعني هيستخدم هنا الهكسان C6H14 على اساس انه بيحتوى على ايه على ستة زرات كربون مثل البنزين كل الفكرة ان انا ايه بقلل الهيدروجين وبعد تشكيل السلسلة وبخليها في صورة حلقة وطبعا ده عن طريق ضغط وحرارة وحافز وبنحصل من الهكسان العادي على بنزين واربع مولات من الهيدروجين فيه عندنا طبعا طريقة تانية بالمرة السلسية للايه سين C2H2 في وجود انبوبة من النيكل مسخل درجة الاحمرار تلت جزئات C2H2 بالمرة السلسية بيعطي C6H6 بنزين يعطي طبعا طريقة سهلة جدا ومهمة عندنا فيه طريقة تانية ممكن اختزال الفينول C6H5OH C6H باستخدام عمل مختزل مثل الخرسين ما شايف ودرجة الحرارة مناسبة الخرسين بينزع الاكسوجين من الفينول وبينتج البنزين ممكن برضو عندنا نحضره من التقطير الجاف لملح بنزوات السوديوم السوديوم الطريقة دي مشابهة لتحضير الميسان اللي احنا اخدناها قبل كده في الهلكانات بس طبعا بتتمي في وجود الجير السودي بنزوات السوديوم C6 H5 COO NA PLUS NA OH ساهم علي CAO جرحي طبعا ده مادة سخارة خفضة لدرجة الانسهار بالحرارة تقطير جاف بيعطي بنزوات سوديوم وبنزين عطري طبعا بالنسبة لنا البنزيم كخواص مفروض ان هو وسائل يتطاير عن درجة حوالي 80 درجة أو 82 شفاف له رائحة مميزة عطرية بالنسبة ل اكتشاف الصغة البنائية العالم كيكولي هو اللي اكتشافها من خلال دراسة خاصة استمرت فترة طويلة وجد ان الروابط الروابط السلاسة باي داخل نواة البنزيم لا تستقر عند زرات كربون بعينها ولكنها متحركة لذلك يمكن اختصار تلت روابط باي في صورة ايه حلقة او دايرة طيب بالنسبة عندنا لمجموعة القريل او شق القريل طبعا احنا عندنا في الالفتية شق القايل في القرماتية شق القريل شق القريل ده بيشتقم البنزيم بنزع زرة هيدروجيه من البنزيم سي سكس اتش سكس يبقى شق القريل سي سكس اتش فايف ولكنه مجموعة زرية لا توقع تفعلت انفراد وعندنا نوعين اللي مطلوب منك في الدراسة شق الفنايل سي سكس اتش فايف وشق صناء الفنايل اللي هو ايه بناخد شقين من الفنايل نربطهم معا بربطة من الخارج طبعا بيختلف تماما عن النفتلين النفتلين بيكونوا حلقتين ملتصقتين تماما ببعض لكن شق صناء الفنايل بيكونوا مرتبطين من الخارج بربطة احدية تابع معا الفيديو وشو دلوقتي بقى ايه طوله تسمية البنزيم طبعا للنظام الايوباك بس طبعا تسمية مشتقات البنزيم بتوقف على اذا كان احدى الاستبدال او سنائي الاستبدال او سلاسي احدى وسلاسى الطرية العادية والابجدية اما اذا كان سنائي الاستبدال دي بقى الحالة الخاصة هنستودم فيها المقاطع ارسو بارو ميتا وهتشوف هنا ان في مجموعات بتوجه الوضع ميتا زي مجموعة النيترو مثلا وفي مجموعات بتوجه الوضعين ارسو وبارو معا زي مجموعة الالكيل زي زارة الهلوجين زي مجموعة الهيدروكسيل وغيرها تابع معي الفيديو وشوف اهم النقط اللي قدامك والتفاعلات وهنكمل طبعا حوار نوع على تفاعة البنزيم في المرة القادمة اه تابعني باستمرار كان معك وستاذ اشرف الهيد كابل معلمين كمية بالكهرة جديدة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي بقى فاصل ونواصل